السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم في درسنا جديد نتكلم في هذا الفيديو عن Past Continuous الماضي المستمر وهو أحد الأزمنة في اللغة الإنجليزية كما نعلم في اللغة الإنجليزية لدينا 12 زمن نستخدم منهم بالحال عملية 9 أزمنة كل زمن يجب أن نعرف عنه 7 أشياء كل الأزمة في اللغة الإنجليزية لازم نعرف Form of the verb شكل الفعل لأن كل زمن فيه له شكل خاص به أيضا Use الاستخدام متى استخدم هذا الزمن General Rules قواعد عامة لكل زمن بعض الملاحظات يجب أن ننتبه عليها Question How to make a question كيف يشكل سؤال بهذا الزمن Short answer كيف أجيب Negative نفي كيف أنفي هذا الجملة يعني أنفي حدوث الفعل بال Past Continuous الماضي المستمر أيضا Adverse الظروف الزمانية اللي الدل على هذا الزمن إذن ننتبه دائما وأبدا كل زمن يجب أن نعرف عنه 7 أشياء دائما نسمع كمية Tense زمن بشرة أفتح ملف عندي أنه لازم أعرف أنه 7 أشياء بالترتيب بهذا الطريقة بيكون تبصم الأزمنة ليس بصم ولكن فهم بطريقة صحيحة بحيث تكون معلوماتي مرتبة شكل الفعل بال Past Continuous الماضي المستمر رح يكون مكون من ثلاث أجزاء يكون عندنا Was Where Verb 1 يعني فعل بي المصدر مضاف له I-N-G لاحظ Was Where Am Is بمعنى يكون الماضي منهم Was Are الباس منها الماضي Where Am Was Is Was إذا مكون من ثلاث أجزاء Was Where Verb 1 I-N-G لحظة هذه الجملة The man Was Waiting At The bus Stop مترجمة من عند الفعل كان الرجل ينتظر في محطة الباس أو في موقف الباس إذا سألنا شخص وين الفعل بالجملة Where's the verb ممكن يقول نويت وهذا خطأ ممكن Waiting أيضا خطأ Was خطأ الفعل في هذا الجملة ثلاث أجزاء Was Wait I-N-G إذا هذا الجزء الأول الثاني الثالث The third one إذا الجزء الثالث إذا Was Waiting هي الفعل نسميها Verb إذا الفعل ممكن شخص يسأل طيب Wait لحالة شنسميها نسميها main verb إذا فعل رئيسي فعل رئيسي يعطي معنى للفعل الكامل لأنه ما نقدر رح نقول Was In بدون فعل يدل على معنى إذن Wait هي تعطي معنى للفعل لكن كفعل بالجملة Was Waiting وليس Wait الوحدة إذا قلنا Wait الوحدة ما عدنا نرجع المضارع البسيط إذا مكون من ثلاث أجزاء لأن الماضي المستمر شكله يجب أن يكون مكون من ثلاث أجزاء The man was waiting at the bus stop كما نعلم باللغة الإنجليزية بالأول نبدأ Subject إذا فاعل الجملة عدنا Compliment تكملة الجملة أو The rest of the sentence باقي الجملة إذا لاحق The man هي الفاعل دائما باللغة الإنجليزية يبدأ الفاعل بعدين الفاعل والفاعل مكون من ثلاث أجزاء بي الماضي المستمر عدنا at the bus stop هذه تكون تكملة الجملة Use استخدام هذا الزمن Activities that continued for some time in the past نشاطات التي استمرت لبعض الوقت في الماضي يعني فترة معينة في الماضي مثال He was writing a short story إذن كان يكتب قصة قصيرة إذن حدث الكتابة مستمر في فترة معينة من الزمن الماضي لذلك نستخدم Past Continuance إذا تكلمنا عن نشاط كان مستمر في لحظة معينة في الماضي نستخدم Past Continuance He was writing a short story Activities or situations that form a background for an event نشاطات أو مواقف التي تشكل خلفها لحدث ما كيف يعني حدث حدث معين متى عندما كان الشيء الفلاني مستمر إذن فعل أو حدث يقطع حدث عندنا فعل كان مستمر فجأة يجي حدث يقطعه مثلا He was sleeping under a tree إذن كان نائم تحت شجرة شجرة ما When the storm began عندنا بدأت العاصفة إذن لاحظ حدث النوم مستمر فجأة قطعه في لحظة ما حدث معين الحدث المستمر نستخدمه بالPast Continuous إذن لاحظ was sleeping Past Continuous الحدث اللي قطع هالحدث هذا الاثنين بالماضي نستخدمه بالPast Symbol الماضي البسيط إذن الماضي البسيط والماضي المستمر يأتون مع بعض متى إذا كان حدث يعطينا معلومة عن وقوع أو عندما وقع حدث معين نفهموا طريقة سهلة أنه حدث كان مستمر فجأة قطع الحدث هذا فعل معين أو حدث معين إذن نستخدم الفعل الأول مستمر والثاني بالPast Symbol إذن مرة أخيرة عدنا حدث أول حدث ثاني الحدث الأول مستمر هذا Past Continuous فجأة يقطع حدث الحدث الثاني إذا الحدث الأول Past Continuous الحدث اللي قطع الحدث هذا نستخدمه بالPast Symbol الماضي البسيط لذلك لذلك لدينا Begin هي الماضي من Begin Begin يبدأ Begin بدأ بعض الملاحظات عند إضافة الآن جي للفعل ننتبه إذا كان الفعل منتهي ب إذا كان الفعل منتهي ب إذن نحذف إذن نحذف قبل ننضيف إذن coming come coming write writing لا نكتب بهالشكل هذا مع إذن نحذف إذا كان الفعل منتهي بحرف ساكن واحد قبل حرف صوتي وحيد نضع الحرف الساكن الأخير عندنا Run لاحظ نضع double N إذن في N نضع N ثانية ونضيف ING ونلاحظ الحرف الصوتية كما نعرف بالإنجليزي 26 حرف عندنا vowel letters أحرف صوتية وأحرف ساكنة ألحظ الصوتية هي خمسة عندنا O A I U والE إذن حرف O A I E U إذن هاي الأحرف الصوتية ممكن تساعدنا هذه رسمة الفيس الوجه كيف أحفظ الأحرف الصوتية إذن لاحظ حرف U من ضمن الأحرف الصوتية نضعف نسوي L الحرف ال N double ونضيف ING أيضا لاحظ حرف I حرف صوتي بعد حرف ساكن نضعف حرف T ونضيف ING الملاحظة الثالثة ما عدا حرف W والX بهذه الحالة لا نضعف الحرف سألاحظ W جاء حرف صوتي أيضا وحيد لا نضعف بهذا الشكل نكتب NO نضع W وبعدين ING ننتبه لا مع عدد W والX أيضا الفعل Fix Fixing يصلح أو يثبت عدنا Fix لا نضع W X هذا قطع فقط نضيف ING طبعا لماذا ليسهولة اللفظ إذا كتبنا W X تصبح Fix X إذن تصبح للكلمة صعبة أو صعبة اللفظ أريد أن نحول إلى سؤال بشكل سهل فقط نضع WAS و WHERE في بداية الجملة لتشكيل السؤال بالPast Continuous كما نعلم الPresent Simple الPast Simple عندنا DO DO DID يجب أن نضيفها باقي الأزمنة العشرة أزمنة إذا عندنا 12 زمان زمانين لازم أضيف DO DO DID من عندي باقي الأزمنة فقط الفعل المساعد يكون موجود في الجملة جزء من الفعل فقط نضع الفعل المساعد WAS WHERE في بداية الجملة فقط لا غير إذا نضع WAS ننسوي switch HE WAS EATING THE FISH كان يأكل السمكة اللحظة ترجم WAS كان كان يأكل السمكة فقط نضع WAS HE EATING THE FISH QUESTION MARK علامة استفهام ما سويت شيء فقط وضعت WAS في بداية الجملة وبآخر الجملة QUESTION MARK علامة استفهام WAS HE EATING THE FISH وانترجم WAS بداية الجملة هل إذن بل جملة الـ الـ الجملة المثبتة العادية يعني ما فيها كيف هي المثبتة يعني عادية أقصد بها ما فيها لكوة مارك ما فيها عالمة استفهام ولا فيها نط فقط نضع WAS WHERE في بداية الجملة أثناء السؤال وانترجم WAS كان أثناء السؤال تصبح هل WAS HE EATING THE FISH هل كان يأكل السمكة إذن كانوا فعل مستمر في لحظة ما من الماضي THEY WERE PLAYING FOOTBOL كانوا لاحظ كانوا يلعبون كرة القدم شكل سؤال SWITCH كما قلنا نبدل مكانهم نضع WHERE في بداية الجملة تصبح WHERE THEY PLAY FOOTBOL QUESTION MARK هل كانوا يلعبون كرة القدم وضعنا WHERE في بداية الجملة نهاية الجملة QUESTION MARK علامة استفهام فقط لا غير ننتبع الملاحظة لمن وضعنا WHERE في بداية الجملة W CAPITAL LETTER رجعنا T إلى SMALL LETTER لماذا؟ لأنه دائما في اللغة الإنجليزية يجب أن نبدأ بCAPITAL LETTER حرف كبير أيضا لاحظ هي بداية الجملة CAPITAL LETTER لمن صارت ثاني شيء أو بأي مكان بالجملة ما عدا القسم الأول يجب أن نحولها إلى SMALL LETTER كما قلنا أثناء تشكيل السؤال بالPASS CONTINUOUS فقط نضع WAS في بداية الجملة تصبح WAS SHE WASHING THE DISHES نضع QUESTION MARK الجملة الثانية THEY WERE SLEEPING كانوا نائمين نضع WHERE في بداية الجملة فقط WHERE THEY SLEEPING هل كانوا نائمين طيب أريد أن أجيب على هذه الجملة شورتها رجابة قصيرة كما قلنا مرارا تكرارا فقط أول كلمتين بالجملة أقلبهم نضع YES كما FALL STOP NO كما يعني فاصلة FALL STOP WAS SHE تطلبها تصبح SHE WAS NO SHE WASN'T WASHING THE DISHES هل كانت تغسل الصحون YES SHE WAS نعم كانت تغسل الصحون بس إجابة قصيرة NO SHE WASN'T كلا لم تكن تغسل الصحون انتهي هنا جوبنا إجابة قصيرة THEY WERE SLEEPING كانوا نائمين WERE THEY SLEEPING أيضا كما قلنا YES كما FALL STOP NO كما FALL STOP WERE أيضا SWITCH THEY WERE THEY WERE NOT أو THEY WERE ENT إذن بالمختصر الإجابة القصيرة فقط أول كلمتين مع كل الأزمنة أي زمن باللغة انجليزية ننتبه دائما وأبدا أثناء السؤال أريد أن أجيب أول كلمتين في السؤال أقلبهم ولا أفكر بأي شيء ثاني مثل هنا سألني WHAT SHE ممكن واحد يتردد YES SHE IS YES SHE WHO YES SHE DO YES SHE DID YES SHE BE بضيع ما أضيع ولا أتردد أول كلمة بجاوب فيها أول كلمة بجاوب فيها انتهي هنا نريد أن ننفي هذه الجملة بالPASS CONTINUALS بالماظر مستمر سهل جدا فقط بعد WAS أضع NOT تصبح WASN'T WHERE أضع عليها NOT WHERE NOT طبعا NOT ممكن أختصرها بهالشكل هذا نضع N APOSTROPHY T إذا تصبح WASN'T WHERE NOT ونترجم WASN'T لم يكن WHERE NOT لم يكن HE WAS CLEANING THE CAR كان يغسل السيارة نريد أن فيها فقط في هذا المكان نضع NOT تصبح WASN'T HE WASN'T CLEANING THE CAR نكتبها بشكل أوضح HE WAS نحمل عليها NOT HE WASN'T ونخلل جملة كما هي HE WASN'T CLEANING THE CAR إذن لاحظ لم يكن يغسل أو عفوا لم يكن ينظف السيارة WE WERE STUDYING ENGLEISH كنا ندرس اللغة الإنجليزية نريد أن فيها نضع NOT WE WERE NOT STUDYING ENGLEISH الجملة الثانية WE WERE STUDYING ENGLEISH كنا ندرس اللغة الإنجليزية لاحظ نضع NOT WE WERE NOT STUDYING ENGLEISH لم نكن ندرس اللغة الإنجليزية بشكل أوضح نكتبها WE WERE نضع عليها NOT تصبح WE WERE NOT STUDYING ENGLEISH يعني لم نكن ندرس اللغة الإنجليزية ننتبه على هذا ملاحظة WAS WHERE لا تختصر يعني WAS لا أستطيع أن نكتبها بهذا الشكل هذا WHERE أيضا لا أستطيع أكتبها بهذا الشكل هذا لا تختصر WAS و WHERE مع الباس CONTINUOUS في عدنا WHEN WHILE تأتي مع هذا الزمن WHEN بمعنى عندما WHILE بينما الباس CONTINUOUS لا يتي لوحدهم أثناء الكلام أو أثناء الكتابة يأتي معه زمن ثاني هو الباس تم بالماظ البسيط إذن يكون عندنا زمنين زمن يكون مستمر هو الباس CONTINUOUS يأتي زمن ثاني يقطع الباس سمدر إذا عدنا هذا الخط الزمني now الآن future المستقبل past الماضي إذن الحدث يحدث ليس الآن في الوقت الحاضر وليس في المستقبل في الماضي إذن الحدث كان مستمر في فترة زمنية من الماضي فجأة قطعوا حدث هو رح يتقعدنا past simple ماضي بسيط طال past continuous كما قلنا نستخدمه لتأكيد على شيء معين أو أريد أعطيك مزيد من المعلومات للمستمع أو للمتلقي اللحظ عندما بكت كل شخص كان يضحك وبالأصل فعل لفين فعل الضحك كان مستمر ثجأة قطعوا فعل البكان عندما كرايت حدثين كلهما حدثها في الماضي وانتهى لكن حدث كان مستمر وحدث ثاني قطعوا إذن كما قلنا فعل الضحك كان مستمر فجأة لقطعوا فعل البكان فعل الضحك رح يكون past continuous فعل البكان رح يكون past simple إذن نستخدم when في بداية الجملة أو ممكن يكون في منتصف الجملة من تبع أيضا إذا كانت when في بداية الجملة نضع كما إذا جاءت when في منتصف الجملة يعني everyone was laughing when she cried إذن نضع وين في منتصف الجملة عند إذن نحذف كما while they were cooking they hear the sound إذن بينما كانوا يطبخون سمعوا الصوت إذن فعل الطبخ كان مستمر فجأة قطعوا سماء الصوت الفعل الأول هو were cooking كانوا يطبخون فعل مستمر يحتاج وقت من الزمن اللي قطعوا هو سماء الصوت إذن hearing إذن hear the sound إذن سمعوا الصوت إذن ننتبه في الباست كنتينووس نستخدم when و while إن شاء الله رح نشرحها بالفيديو الآخر للفرق بين الباست كنتينووس والباست سمبل بهذا الشكل تكلمنا عن الباست كيف شكل كيف استخدمه كيف شكل سؤال و إجاوب على السؤال و النفي أيضا أخذنا الظروف التي تأتي معها الزمن هذا when while أتمنى أن أقدمت شيء للفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو وصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته